بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مع عزائي الطلبة المشاهدون في هذا اللقاء المتقدد أسعد الله ووقاتكم بكل خير حيث أننا بإذن الله سوف نستكمل وحدة التفاضل التكامل وتطبيقاته وحيث أننا ما زلنا في درسنا اليوم بإذن الله سوف نأخذ درسا قديد وهو التكامل المحدد طبعا الحصة الماضية تعرفنا مع الأستاذ محمد الحارثي خواص التكامل المحدد وبإذن الله تعالى اليوم سوف نبدأ مع أول خاصية من خواص التكامل المحدد الخاصية الأولى هي خاصية اللا تغير في الإشارة طبعا هذه الخاصية تقول لنا إذا كانت الدالة دالسين أكبر من أو تساوي الصفر لكل سين تنتمي للفترة المغلقة من ألف إلى باء وبالتالي نلاحظ هنا لدينا هذا رسم مبسط يشرح لنا هذه الدالة فنلاحظ أن هذا الرسم فوق محور سين تبوي لذلك وضعنا الإشارة الموجبة في الفترة من كم؟ من ألف إلى باء الآن إذا قمنا بتكامل هذه الدالة في هذه الفترة المغلقة من ألف إلى باء هل سوف تتغير إشارة الدالة أو لا؟ طبعا إذا نضع إشارة التكامل إذا وفقط إذا تكامل للطرف الأيمن وتكامل للطرف الأيسر طبعا تكامل للطرف الأيمن من ألف إلى باء للدالة دالسين طبعا يكون أكبر من أو يساوي الصفر ليش لأن هذه الدالة سوف تظل في محور فوق محور السينات اللي هو طبعا الموجبة بالإشارة الموجبة سوف نأخذ مثال بسيط على هذه الحالة مثال واحد أثبت بدون حساب قيمة التكامل أن تكامل الدالة التربيعية سين تربيع زي ستة سين عندما نكاملها من ثنين إلى ثلاثة أكبر من أو تساوي الصفر إذن ما هي الخطوة الأولى حتى نبحث إشارة الدالة؟ دائما في البداية نقوم بتحديد إشارة هذه الدالة وين تكون موجبة وين تكون سالبة إذن فنقوم بمساواة هذه الدالة المكتوب باللون الأزرق بالصفر ونكتب سين تربيع زي ستة سين تساوي صفر طبعا لما نكتب تساوي صفر حد الآن نحن لا نعرف إشارة هذه الدالة وين هي موجبة وين هي سالبة وبالتالي نبدأ في البحث والخطوة الأولى طبعا بما أن هذه تربيع بإمكاننا أن نأخذ السين عاملا مشتركا إذن ونكتب سين قوس سين زائد ستة تساوي صفر الآن إذن أصفار هذه الدالة واحد منهم صفر والثاني سين تساوي سالب ستة الآن نقوم بوضع خط الأعداد معنا ونكتب إذن سالب ستة على قهة اليسار والصفر على يمين السالب ستة الآن بالنسبة لتحديد الإشارة درسناه سابقا نلاحظ هنا معامل سين تربيع موجب إذن على يمين السفر نكتب موجب وعلى يسار السالب ستة أيضا موجب نلاحظ في خط الأعداد أيضا الإشارة في الوسط ما بين السفر والسالب ستة تكون عكس الإشارتين الموجبتين تكون إشارة ويش؟ سالبة أما إذا كانت معامل سين تربيع معامل سين تربيع إشارته بالسالب إذن فنكتب ماذا؟ نكتب هنا سالب والثاني موجب بالعكس ووسط يكون بي الموجب طبعا هذا إذا كان معامل سين تربيع ماذا؟ بي السالب الآن نلاحظ أين تقع الفترة المطلوب يعني حساب هذه عفوا تحديد الفترة التي تكون فيها الدالة الموجبة من كم إلى كم؟ من ثنين إلى ثلاثة وين واقع على يمين السفر؟ إذن ونكتب ثنين ثلاثة الآن هل هذه الدالة الموجبة؟ نعم نلاحظ الإشارة الموجبة المكتوبة إذن هي موجبة إذن ونكتب إذن سين تربيع زائد ستة سين أكبر من أو تساوي الصفر وين؟ لكن في أي فترة موجودة هذه؟ إذن في الفترة المكتوب باللون الأحمر لكل أو لجميع قيم سين تنتمي من الثنين إلى ثلاثة طبعا هنا نريد أن نثبت بدون حساب قيمة التكامل أي بدون ما نكامل الدالة سين تربيع زائد ستة سين لا ما نريد مكاملتها إذن ماذا نفعل الآن؟ إذن نقوم بمكاملة هذه الدالة بالطرفين يعني بأخذ تكامل الطرفين للفتر من ثنين إلى ثلاثة ونكتب إذن سين تربيع زائد ستة سين أكبر من تساوي صفر طبعا ونضع إشارتي التكامل للطرف الأيمن من ثنين إلى ثلاثة وللطرف الأيسر أيضا من ثنين إلى ثلاثة طبعا الطرف الأيسر مثل ما تلاحظه هي دالة ثابتة وتساوي صفر إذن مباشرة فهنا أيضا يعطيك صفر وبالتالي سوف يظل التكامل من ثنين إلى ثلاثة سين تربيع زائد ستة سين أكبر من أو يساوي صفر هذا يثبت لنا أن هذه الدالة ماذا؟ أنها موجبة بمعنى أنها تقع فوق محور السينات خاصية أخرى أيضا با إذا كانت دال سين أقل من أو تساوي صفر لكل أو لجميع هذا الرمز طبعا لكل أو لجميع اللي هو مثل حرف A باللغة الإنجليزية مقلوب يعني في الرياضيات لكل أو لجميع قيم سين تنتمي الفترة المغلقة من ألف إلى با ونلاحظ الشكل المرسوم معنا إذن من كم الفترة؟ من ألف إلى با الفترة المغلقة نلاحظ الرسمة الدالسية أين مرسومة؟ في الأسفل يعني تحت محور السينات تحت محور السينات إذن هنا يكون بالسالب قيم الدالة يعني لو عوضت أو أخط أي قيمة في هذه الفترة سوف ينتق لدينا بالسال ولكن طبعا قبل قليل إذا لاحظتم في المثال الأول عندما قمنا بالبحث ماذا فعلنا؟ بحثنا إشارة الدالة بشكل عام وهذا أيضا يعطيك نفس الناتك بدون ما تحتاج إلى التعويض إذن فماذا نفعل الآن؟ إذن إذا وفقت إذا كان إذن نكامل الدالة هذه دالسين أقل من أو تساوي صفر في الفترة من ألف إلى با إذن للطرفين تكامل من ألف إلى با للدالسين أقل من أو يساوي صفر ليس صفر؟ الطرف الأيسر أيضا لو وضعت إشارة التكامل أيضا سوف يكون صفر لأن الدالة ثابتة وإذن يعطيك صفر يعني ما يكون فيها أي تغير سوف يظل نفس الرقم صفر بدون أي تغير نأخذ مثال بسيط على هذه الحالة مثال مثال 2 أثبت بدون حساب قيمة التكامل أن تكامل الدالة التكعيبية طبعا سين تكعيب من سالب 2 إلى 1 بالنسبة لسين أقل من الصفر إذن يقب أن نثبت أنها أقل من صفر طبعا أقل من صفر معناته يعني أنها سالب بالسالب في هذه الفترة يعني من سالب 2 إلى 3 عفوا من سالب 2 إلى 1 يعني الناتق سوف يطلع لنا بالسالب لو كاملنا الدالة لكن نحن طبعا في شرط هنا بدون حساب قيمة التكامل أي بمعنى نبحث عن طريق بحث الإشارة الذي قمنا به في المثال الأول وبالمثل إذن نأخذ الدالة سين تكعيب ماذا نساويها بالصفر طبعا عندما نكتب تساوي صفر يعني نحن الحد الآن ما نعرف إشارة هذه الدالة هل هي موقبة أم سالبة وبالتالي من خلال بحث خط العداد سوف يظهر لنا ذلك إذن نأخذ القذر التكعيبي للطرفين أو تكتب بإمكانك سين في سين في سين طبعا هنا للسين ثلاث قيم مكررة ولكن نأخذ قيمة واحدة تكفينا ليسين تساوي صفر وطبعا خط العداد معنا هنا إذن ونضع هذا الصفر الذي قمنا باستخراقه على خط العداد ونلاحظ هنا الآن سين تكعيب طبعا هنا لو عوضنا بأي عدل على يمين الصفر سوف تكون مقبة لأن دالة تكعيبية إذن ننضع الإشارة المقبة للطرف الأيمن يمين الصفر وأيضا بالمثل لو قمنا بالتعويض أي عدد بسيط على يسار الصفر سوف يكون لدينا ماذا الناتق بالسالب إذن وهذه هي الإشارة السالبة الآن ننظر إلى فترة التكامل أين تقع فترة التكامل من سالب الثنين إلى كم؟ إلى واحد إذن معناته هذه تقع على يسار الصفر إذن ونكتب على خط العداد نلاحظ هنا الآن إذن سين تكعيب أقل من الصفر في وين؟ في الفترة وين؟ نلاحظ خط العداد من سالب الثنين إلى سالب واحد اللي هي على يسار الصفر إذن هي سالب الدالة ولذلك وضعنا هنا الآن سين تكعيب أقل من الصفر وين الفترة؟ طبعا الفترة اللي هي المطلوبة في السؤال اللي هي فترة التكامل من سالب الثنين إلى سالب واحد الآن طبعاً نلاحظ بعدما قمنا بكتابة هذه الفترة نكامل الطرفين لهذه الدالة التكعيبية إذن ونكتب طبعاً سين تكعيب أقل من الصفر طبعاً بالنسبة للسين للطرفين إذن ونضع إشارة التكامل للطرف الأيمن وإشارة التكامل أيضاً للطرف الأيسر ونلاحظ دائماً عندما نكتب إشارة التكامل لا نكتب العادة الفترة التي هي مغلقة من سال 2 إلى 1 لأنها تعبر عن فترة التكامل وذلك كتبناها الحين في هذه الخطوة نلاحظ إذن من سال 2 إلى 1 سين تكعيب بالنسبة للسين أقل من هذه طبعاً أيضاً دالة ثابتة وهي صفر وبالتالي يعطيك صفر مباشرة أي لا يتحتاج إلى حساب لأنه طبعاً هنا هدفنا لا نحسب التكامل مباشرة يعني نستنتج إشارة الدالة عن طريق البحث إذن تكامل هذه الدالة من سال 2 إلى 1 سين تكعيب بالنسبة للسين أقل من الصفر وهذا طبعاً وهذا هو المطلوب إثباته نذهب إلى الخاصية التي بعدها خاصية ثلاثة لخاصية المقارنة يعني نقارن ما بين دالتين وحدة تكون يعني أكبر من الثانية أو تساويها أو ممكن تكون بالأقل أقل منها أيضاً أو تساويها وطبعاً نلاحظ نجيم دال سين أكبر من أو تساويها سين لجميع قيم سين في الفترة المغلقة من ألف إلى باء ونلاحظ هذه الرسمة معنا رسمة أوضيحية في جهة اليسار عندنا الفترة من ألف إلى باء إذن ودال سين اللي هي باللون الأزرق منحنة اللي طبعاً فوق بالأعلى وهاء سين اللي هو المنحنة اللي بالأسفل إذن نلاحظ حين نحن حققنا الكلام المكتوب من دال سين أكبر من وتساوي هي قاية فوق في الأعلى والهاء سين طبعاً في الأسفل منها إذن في الفترة من ألف إلى باء إذن الآن نضع إشارة التكامل وهي من ألف إلى باء إذن ونكتب إذا وفقط إذا كان من ألف إلى باء دال سين بالنسبة لسين أكبر من أو يساوي من ألف إلى باء هاء سين بالنسبة لسين طبعاً سوف نأخذ أيضاً مثال بسيط على هذه الحالة مثال ثلاثة أثبت بدون حساب قيمة التكامل أن التكامل من 1 إلى 2 للدالة التربية سين تربية بالنسبة لسين أكبر من أو يساوي تكامل من 1 إلى 2 للدالة الخطية سين بالنسبة لسين طبعا سوف نعتمد نفس الأسلوب الذي استخدمناه في المثال الأول والمثال الثاني الآن نلاحظ معنا في الطرف الأيمن أي دالة سين تربية إذن ونكتب سين تربية الطرف الثاني الدالة التي لدينا هي سين وبالتالي كأننا نحولها إلى الطرف الأيمن وبالتالي نكتب هنا الإشارة ناقص يعني كأننا حولناها إلى الطرف الأيمن لماذا؟ طبعا لأن الدالة التربية الموجودة في الطرف الأيمن التي هي سين تربية فترتها من 1 إلى 2 والدالة الخطية التي هي أيضا في الطرف الأيسر من 1 إلى 2 وبالتالي لهما نفس الفترة بإمكاني أن نحولها إلى الطرف الأيسر بإشارة سالبة عفوا إلى الطرف الأيمن بإشارة مخالفة التي تكون سالبة سين ونساوي كم؟ بالصفر الآن نقوم ببحث الإشارة طبعا قبل بحث الإشارة يجب استخراك التي هي أصفار هذه الدالة متى تساوي صفر؟ إذن هنا نأخذ السين عاما مشترك إذن سين إذن قوس سين ناقص واحد وساوي صفر إذن أحل الأصفار سين ساوي صفر والآخر كم؟ سين تساوي واحد الآن بحث خط الأعداد ونلاحظ خط الأعداد وضعنا هنا الصفر ومن ثم الواحد على يمين الصفر الآن ننتبه إلى إشارة السين تربيع إشارة السين تربيع ماذا؟ موقبه إذن نكتب على يمين الواحد موقب وعلى يسار الصفر أيضا موقب وفي الوسط يكون عكس الإشارة لإشارة على يمين الواحد وعلى يسار الصفر وتكون ماذا؟ سالبة طبعا الآن انتهينا من خط العلاد الآن نبحث ونشوف وين هذه الفترة فترة التكامل واقعة هل هي على يسار الصفر أو ما بين الصفر والواحد أو ما بين أو أكبر من الواحد ونلاحظ طبعا الفترة المطلوبة في السؤال من واحد الاثنين إذن اللي هي من الواحد إلى اثنين يعني على مين الواحد ونكتب إذن سين تربع ناقص سين أكبر من أو تساوي صفر لماذا؟ لأن هنا لنلاحظ على يمين الواحد إشارة موقبة يعني الدالة موقبة يعني لو عوضنا بأي رقم على يمين الواحد في هذه الفترة سوف تكون الدالة موقبة سوف تظل موقبة إذن وين الفترة؟ لجميع قيم سين من كم؟ من واحد إلى اثنين الخطوة التي بعدها ماذا نقوم؟ طبعا نحن نلاحظ أن السين هي موجودة حين في الطرف الأيمن إذن نرجعها إلى أصلها لها في الطرف الأيسر إذن ونكتب إذن سين تربية أكبر من أو تساوي سين وأيضا لجميع قيم سين تنتمي للفترة من كم؟ من واحد إلى اثنين الآن نتخلص من هذه الفترة بتكامل الطرفين يعني الطرف الأيمن والطرف الأيسر إذن ونضع إذن هذه الدالة كتبناهن إذن ونكتب تكامل واحد إلى اثنين للطرف الأيمن وتكامل واحد إلى اثنين للطرف الأيسر وطبعا هذا هو المطلوب إثباته في هذا السؤال نذهب إلى خاصية أخرى طبعا الخاصية الأخرى أيضا خاصية سهلة جدا وعليها أمثلة كثيرة حقيقة ونأخذ مثال بسيط أمثلة بسيطة عليها للتطبيق إن شاء الله الخاصية هذه تقول إذا كان معنا تكامل الدالة معينة من ألف إلى باء للدالة دار سين بالنسبة لسين وأردنا قلب حدود التكامل يعني بدل ما نكتب من ألف إلى باء نكتب بالعكس من باء إلى ألف ماذا يصير لهذا الناتق؟ طبعا سوف تغير إشارة الناتق أو التكامل تكون بالسالب يعني على سبيل المثال لو كان من ألف إلى باء على سبيل المثال كان رقم خمسة وقلبنا الحدود سوف يكون سالب خمسة كذا يكون وطبعا نأخذ أمثلة بسيطة على هذه القاعدة توضحنا هذا المفهوم مثال إذا كان التكامل من صفر لاثنين للدالة سين تكعيب ناقص سين بالنسبة لسين يساوي اثنين فأوقد إذا ما هو المطلوب نلاحظ نفس الدالة سين تكعيب ناقص سين بالنسبة لسين لكن ماذا اختلف؟ الفترة لا مكتوبة بالعكس إذا مكتوبة من ثنين إلى صفر إذا هذا هو المطلوب في السؤال إذا ماذا نقوم الآن؟ نقوم بقلب حدود التكامل لأن معانا معطى يجب أن نستفيد من هذا المعطى إذا كان يجب أن نستفيد من هذا المعطى كيف نستفيد منه؟ نقلب حدود التكامل حتى نتوصل إلى نفس هذه الإشارة ولكن ننتبه عند القلب ماذا يصير معنا؟ هذه الفترة من ثنين إلى صفر نلاحظها من ثنين إلى صفر إذا نقلب تتغير الإشارة سالم لماذا؟ لأنه أكتب من صفر إلى ثنين فنلاحظ تغيرة الإشارة فتغيير الإشارة أو الحد الأعلى من التكامل من الأعلى إلى الأسفل والثاني من الأسفل إلى الأعلى يعني بالعكس نقلب هذا مباشرة تتغير إشارة التكامل وطبعا هل لازم نحسب؟ لا طبعا ما يحتاجك تحسب لأن معطى لديك من صفر إلى ثنين كم يساوي ثنين إذن الإشارة السالبة الضل كما هي والاثنين تنزل مثل ما هي وبالتالي إذن عندما قلبنا حدود التكامل لهذا السؤال نتق لدينا كم الناتق سالب ثنين أيضا خاصية أربعة إحدى الخواص المهمة لخاصية الإضافة وعليها تطبيقات كثيرة حقيقة في الامتحانات طبعا هذه الخاصية تقول ماذا؟ إذا كان عندي تكامل معين من ألف إلى باء للدالة دالسين بالنسبة لسين وطبعا يجب أن ننتبه أن هذه الدالة دالسين هي تكون متصلة وقابلة للتكامل في هذه الفترة لفترة التكامل من ألف إلى باء ونلاحظ هذا الشكل البسيط يوضح لدينا هذا المفهوم إذن لدينا دالة دالسين من ألف إلى باء إذن طبعا والآن إذا أخذنا عدد بسيط داخل هذه الفترة على سبيل المثال وليكون جيم من ألف ومن ثم كتبنا في الوسط جيم ما شرط أن يكون وسطة بس هذا من باب تقريب لكم يعني أخذنا أي عدد جيم في هذه الفترة فنلاحظ نريد أن نكامل هذه الدالة الآن بدل ما كان من ألف إلى باء دالة وحدة كامل الحين لا سوف نجزئ التكامل هل ممكن تجزئه؟ نعم ممكن تجزئه هذه الخاصة تقول إذن نكتب في البداية نلاحظ في البداية كتبنا من باب التنبيه هنا كتبنا أول شيء حد السفلي للتكامل اللي هو ألف من ألف دالسين بالنسبة لسيد زائد تكتب الحد العلوي للتكامل اللي هو باء دالسين يبقى لدينا اللي هي الفترة اللي طبعا نحن نريد أن نحسبها من كم إلى كم؟ إذن من ألف إلى جيم إذن نلاحظ كتبنا هنا في الفترة من ألف إلى جيم شوفوا في الرسم إذن من ألف إلى جيم دالسين بالنسبة لسيد وأيضا وكتبنا هنا جيم لاحظ الحين الآن بإمكان نكتب جيم ونكمل طبعا ما انتهى السؤال نريد أن نكامل من ألف إلى باء يعني من بداية الفترة إلى نهايتها كامل إذن ونكتب ماذا؟ إذن من جيم إلى باء دالسين وإذن وكتبنا أيضا هنا جيم الآن هذه الخاصية تخبرنا بأنه بإمكاننا أن نقزئ التكامل من إلى من إلى تمام؟ وطبعا سوف نأخذ مثال بسيط أو تطبيق بسيط على هذه القاعدة أمثلة كثيرة طبعا هي ونأخذ أمثلة توضيحية عبر عن ما يأتي بتكامل واحد يعني بدل ما مكتوب تكاملين نكتبه تكامل واحد فنلاحظ في هذا المثال الأول التكامل من واحد إلى ثلاثة دالسين بالنسبة لسين زائد من ثلاثة إلى خمسة دالسين يساوي نريد أن نعبر هذا عن هذا التكامل بتكامل واحد فقط بدل ما مكتوب اثنين واحد لكن هناك طبعا في شروط يجب أن ننتبه الشرط الأول لو لاحظنا في القاعدة باء أنه يجب أن تكون الإشارة مقبة ونفس الدالة دالسين دالسين وإذن أيضا في السؤال هذا أول مثال اللي معنا هنا دالسين دالسين انتهينا ما فيه إشكالية عندنا الإشارة مقبة إذن أمورنا خلاص في السليم إذن بإمكاننا الآن نكامل نلاحظ هنا ثلاثة اللي هي مكتوبة بالأحمر وهنا ثلاثة فدائما إذا كان الحد العلوي في التكامل في الطرف الأيمن أو على يمين الزائد الإشارة الزائد هو نفسه في الطرف السفلي مباشرة بإمكاننا أن نحذفه مباشرة فنكتب كذا نلاحظ أننا متشابهين إذن خلاص بإمكاننا مباشرة أن نكتب التكامل من واحد للأول إلى خمسة مباشرة واضح فهذا طبعا مثال بسيط وطبعا نأخذ أمثلة على هذا أيضا أخرى بعض مسائل الامتحانات تمرين اختر تمرين واحد اختر الإقابة الصحيحة لكل من المفردات لكل مفردة من المفردات الآتية إذا كان التكامل من 6 إلى 9 قافسين بالنسبة لسين يساوي 8 والتكامل من سالب 6 إلى 9 قافسين بالنسبة لسين يساوي 12 فأوقد التكامل من كم؟ من سالب 6 إلى 6 لدى لقافسين بالنسبة لسين كم يساوي؟ طبعا لدينا هذه الخيارات طبعا يفضل الطالب عندما يريد تطبيق القاعدة ما يهتم بالمعطى في البداية اللي هو 6 إلى 9 من سالب 6 إلى 9 لا يهتم بالمطلوف السؤال يعني مثل ما أنا الحين بسوء أكتب من سالب 6 إلى 6 فمو أسوء الحين إذا ماذا نقوم؟ إذا نقوم بكتابة السالب 6 في البداية نلاحظ كتبتنا السالب 6 قافسين بالنسبة لسين زائد وآخر شيء كتبت الستة يعني أكتب الحد السفلي في البداية والحد العلوي في النهاية نزيل بقى أننا عدد حين ما كتبنا نرقع الحين للسؤال إذا كان نلاحظ في عدد نحن ما كتبناه متكرر ألا هو كم؟ التسعة إذن هو هذا المتبقي في تطبيق هذه الخاصية إذن نكتب هنا تسعة نلاحظ تسعة إذن صار من سالب تسعة عفوا من سالب 6 إلى 9 قافسين بالنسبة لسين زائد من 9 إلى 6 إذن وطبعا التكامل الأول هذا اللي فيه الإطار بالمستطيل الأحمر كم يساوي؟ معطى لدينا هذا نلاحظ في السؤال 12 إذا هذا 12 انتهينا منه الثاني نلاحظ من 9 إلى 6 قافسين بالنسبة لسين غير موجود لكن موجود ويش؟ مقلوبة اللي هو من 6 إلى 9 إذن نضطر نقلب هنا ماذا؟ حدود التكامل وتعلمنا في الخاصية اللي قبل شواء أخذناها عند قلب حدود التكامل ماذا يصل للناتج؟ تتغير إشارته إذن ماذا نكتب؟ بدل ما هو ثمانية إذن نكتب ماذا؟ سالب ثمانية إذن نلاحظ هذا هو نفسه بس فقط نقلب حدود التكامل في المعطاء إذن سوف يكون ماذا؟ سالب ثمانية إذن الحين معنا 12 زائد سالب ثمانية يكون كم؟ اللي هو 12 ناقص ثمانية وكم الناتج يساوي؟ يساوي أربعة ونقوم باختيار الإقابة الصحيحة وهي طبعا قيم هذه هي الإقابة الصحيحة طبعا بالمثل لو طلبنا على سبيل المثال من سالب 6 إلى 9 على سبيل المثال بإمكان الطالب أن يسوي نفس الطريق اللي اعتمدناه في البداية يكتب من سالب 6 في البداية وآخر شيء يكتب 9 وبعدين يكتب اللي ما كتبناه اللي هو يكون ماذا؟ الرقم 6 طبعا بيكون مثال أيضا معنا آخر إذا كان التكامل من سالب 2 إلى 5 سبعة دالسين بالنسبة لسيني ساوي 14 وأيضا التكامل من ثمانية إلى خمسة دالسين ساوي سالب 20 وأوقد قيمة التكامل من سالب 2 إلى ثمانية قبل قليل طبعا ذكرت معلومة قلنا في البداية ما نهتم المعطاء إذا كان في هذه الخاصية أهتم بالجزء الأخير المطوب في السؤال فنلاحظ الآن عندما أقوم بالحل أنا أركز على المطلوب نلاحظ أركز على المطلوب إذن أكتب المطلوب معنا من كم؟ نلاحظ من سالب 2 كتبت حدد السفلي للتكامل هذا وأخيرا أكتب زائد طبعا دالسين نفس الدالة بالنسبة للسين زائد ثمانية فوق في الحد العلوي للتكامل إذن دالسين بالنسبة للسين إذن ما هو العلد الذي لما نكتبه الآن؟ طبعا الخمسة نلاحظ هنا أننا المعطى الآن أرجع على المعطى خمسة خمسة متكررة إذن أكتب خمسة خمسة نلاحظ هذا الخمسة كتبنا خمسة خمسة الآن نرجع إلى المعطى الأول من سالب 2 إلى 5 نلاحظ هنا في 7 يعني الدالة مضروبة في 7 إذن بإمكاننا أن نقسم طرفين ماذا؟ على 7 وطبعاً السبعة نقوم بإخراجها خارج التكامل أخذنا خاصة بإمكانك أن تخرج هذه السبعة خارج التكامل فلوكتب 7 من سالب 2 إلى 5 دالسين بالنسبة لسين لماذا؟ طبعاً لأن المطلوب الأول معنا من سالب 2 إلى 5 غير مضروب في 7 وهنا مضروب في 7 إذن لازم أتخلص من العدد 7 إذن نقسم طرفين على كم؟ على 7 إذن نقسم على 7 طرف الأيمن وللطرف الأيسر وإنتك لدينا كم؟ من سالب 2 إلى 5 دالسين يساوي 14 على 7 كم الناتق؟ إذن يساوي 2 إذن انتهينا من الجزء الأول الآن نذهب إلى الآخر نلاحظ هذا من 8 إلى 5 لكن هنا المعطى من كم؟ من 5 إلى 8 إذن معنا تنقل بالتكامل وإذن هذا نوضح عملية القلب هنا نلاحظ إذن من 8 إلى 5 نريد بالعكس نريد من كم؟ نلاحظ هذا حدود التكامل إذن نكتب نكتب ماذا؟ إذن من 5 إلى 8 وكتبنا الإشارة بالسالب لماذا؟ لأننا غيرنا حدود التكامل قلبنا إذن نكتب دالسين بالنسبة لسين أو كم؟ سالب 20 نلاحظ أنا الآن لم أتكلم عن سالب 20 الآن بإمكاني أضرب الطرفين في سالب 1 أو أقسم على سالب 1 بحيث أن أتخلص من الإشارة السالبة وإنتك لدينا كم التكامل؟ من 8 إلى 5 للدالة دالسين كم يساوي؟ يساوي 20 الآن نذهب ونعوض في المطلوب في السؤال إذن من سالب 2 إلى 5 كم قيمته؟ قيمته كم؟ طبعا 2 ومن 5 إلى 8 دالسين كم قيمته؟ قيمته 20 الآن إذن نقمع قمع مباشر إذن 2 زايد 20 كم يساوي؟ يساوي 22 طبعا خاصية أخرى الخاصية قيم أيضا إذا كان لدينا تكامل أي دالة من ألف إلى ألف يعني كاملت الدالة من العدد الحد السفلي للتكامل هو نفسه الحد العلوي للتكامل نفس الحد متشابه يعني ألف ألف يعني على سبيل المثال واحد واحد اثنين اثنين صفر صفر الألف أي عدد حقيقي طبعا مقصود بالألف أي عدد حقيقي إذن كم يساوي الناتق؟ صفر بنأخذ مثال بسيط أوقت تكامل للدالة طيب إن شاء الله إذن لدينا فاصل ونواصل بذي الله تعالى اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم في مركز الأخبار بتلفزيوني سلطنة عمان ونقدم لكم موجز الرابع عصر بعث حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم أبقاه الله برقية تعزية ومواساة إلى أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن سعود الكبير آل سعود عرب جلالته فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته داعيا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان بعث حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم أبقاه الله برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى أخيه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية ضمنها جلالته خالص تعازيه وصادق مواساته داعيا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم سموه وكافة أفراد أسرته الصبر والسلوان بعث حضرته صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعى برقية تهنية إلى فخامة الرئيسة إيكاتريني ساكيلا روبولو رئيسة جمهورية اليونان بمناسبة العيد الوطني لبلادها عرب جلالة السلطان المعظم فيها عن تهانيه الخالصة وتمنياته الطيبة لفخامتها بموفور الصحة والسعادة وللشعب اليوناني الصديق بمزيد من التقدم والازدهار دشنت السلطنة ممثلة في وزارة الصحة الاستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السل وستنفذ الاستراتيجية على عدة مراحل وتركز بشكل أساسي على خفض نسبة الإصابة والوفيات حيث يأتي تدشين الاستراتيجية تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للسل الذي يصادف الرابع والعشرين من مارس من كل عام ويعد السل من أكثر الأمراض المعدية فتكا في العالم وتصنف السلطنة من الدول ذات معدل الإصابة المنخفض بهذا المرض بنسبة عشرة لكل مئة ألف رعى تدشين الاستراتيجية معالد دكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة أعلنت وزارة الصحة أن إجمال عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في السلطنة بلغ 153 ألفا ومئة وخمسة إصابات وبلغت الوفايات 1644 حالة وبلغ عدد المتعفين 140 ألفا ومئتين وعشرين شخصا لتصل نسبة الشفاء إلى 92% وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 68 شخصا ليصل إجمالي عددهم في المستشفيات إلى 373 شخصا منهم 116 في العناية المركزة وقعت وزارة الصحة اتفاقية تعاون لتمويل مشروع توسعة مجمع الشناص الصحي لإنشاء عيادة للعلاج الطبيعي والتأهيل بتكلفة قدرها 85 ألف ريال عمني وأتدف الاتفاقية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية في مجمع الشناص الصحي وتعزيز كفاءتها واستعاب عدد أكبر من المرضى المستفيدين من خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل دون الحاجة إلى نقلهم إلى المستشفيات المرجعية أو تأجيل المواعيد العلاجية وجهز مبنى مركز العلاج الطبيعي والتأهيل بأحداث المعدات والأدوات الطبية بالإضافة إلى ست عيادات تشخيص وتأهيل وصالة علاج طبيعي هاية الموجز تفاصيل أوفا على رأس الساعة الخامسة مساء دائما مرحبا بكم أعزائي طلب المشاهدون من قديد سوف نواصل الخاصية التي توقفنا عندها وهي طبعا الخاصية عندنا التكامل من ألف إلى ألف للدالة دالسين يساوي صفر طبعا توقفنا عند هذه الخاصية ونكمل المثال بسيط عليها إذن مثال على سبيل المثال لو أخذنا أوقي التكامل الدالة من خمسة إلى خمسة سين سين أس خمسة ناقص ثلاثة سين أس أربعة زايد واحد بالنسبة لسين هل يحتاج من كامل لا طبعا ما يحتاج لماذا لأن حدود التكامل متشابهة أو متساوية خمسة خمسة الحد العلوي خمسة والحد السفلي خمسة إذن مباشرة كم الناتق صفر وهذا طبعا هو تطبيق مباشر على اللي هي الخاصية قيم أيضا مثال أو تمرين آخر إذا كان التكامل من واحد إلى باء للدالة طبعا الثابتة أربعة بالنسبة لسين يساوي صفر فأوقع قيمة الثابت باء إذن مباشرة بما أن دالة ثابتة تعلمنا مع الأستاذ محمد الحارثي كيفية مكاملة الدالة الثابتة وهي ماذا نكتب أربعة ونضرب في حدود التكامل أي نطرح الحد العلوي ناقص الحد السفلي ونكتب باء ناقص واحد يساوي صفر إذن نقسم الطرفين على أربعة فيكون لدينا باء ناقص واحد تساوي صفر إذن مباشرة كم قيمة الباء قيمة الباء واحد وإمكان الطالب أن يتحقق من ناتج أن يعوض هنا واحد فيكون لدينا أيضا من واحد إلى واحد دالة ثابتة أربعة بالنسبة لسين نذهب الآن إلى خاصية أخرى خاصية ثلاثة إذن خاصية لا تغير عند الانسحاب هذه الخاصية ماذا تقول لدينا إذا كان لدينا تكامل من ألف إلى باء للدالة قاف سين بالنسبة لسين طبعا أيضا نفس الشرط الذي ذكرناه سابقا أن هذه الدالة قابلة للتكامل المتصلة وقابلة للتكامل في الفترة المغلقة من ألف إلى باء إذن فإن هذه الانسحاب إذا قمنا بسحب هذه الدالة إلى جهة اليمين فكتبنا سين ناقص قيم وحدود التكامل باء زايد قيم وطبعا العلوي في الأسفل ألف زايد قيم هل يتغير ناتج التكامل؟ طبعا لا لأن سوف تظل نفس الدالة لأننا قمنا بالسحب بنفس يعني المستوى بدون أن يكون هناك تغير في المساحة يكون نفسه بالضبط النادي ونأخذ طبعا أمثل على هذه القاعدة وأيضا بالمثل إذا سحبنا الدالة جهة اليسار ماذا يكون لدينا؟ بالمثل طبعا هنا كتبنا زايد قيم زايد قيم هنا عكسه إذن القاعدة تكون بالعكس بالمثل إذن سوف يكون لدينا طبعا أيضا قافصين هي دالة قابلة للتكامل ومتصل أيضا في هذه الفترة المغلقة من ألف إلى باء إذن ونكتب إذن سحبنا الدالة جهة اليسار إذن سين زايد قيم إذن نكتب في الأعلى ويش باء ناقص قيم ألف ناقص قيم إذن نلاحظ عكس هذه الإشارة طبعا سوف نأخذ أسئلة كثيرة على هذه القاعدة من باب التوضيح إذن مثال إذا كان التكامل من أربعة إلى ستة للدالة قافصين بالنسبة للسين يساوي سبعة فأوقد التكامل من ثنين إلى أربعة للدالة قافصين زايد اثنين وبالتالي دائما عندما يعطينا مثل هذا طبعا الطالب يعني حتى يتخلص من الاثنين يكتب نظير القمعي للثنين مباشرة وطبعا مباشرة عندما نكتب هنا نظير القمعي للثنين سوف يكون لدينا نلاحظ هذه الدالة الآن معنا زايد اثنين إذن نكتب نظير القمعي للثنين كم سالب اثنين وإذن هنا يكون موقع بثنين موقع بثنين عكسة أو بمعنى آخر بعضها لحيان نخبر الطلاب يعني من البداية من الخطوة الأولى بإمكان الطالبنا يعوض هنا في الدالة يكتب هنا ثنين زايد أربعة ويعطي الناتج مباشرة أربعة وأربعة زايد اثنين مباشرة يعطي الناتج ستة وطبعا هنا ما باب التوضيح لنوضح الخطوات حتى الطالب يفهم كل هذه الخطوات بالترتيب إذن فيكون لدينا الناتج إذن ثنين زايد اثنين طبعا أربعة أربعة زايد اثنين ستة وموقع بثنين ناقص اثنين كم يساوي طبعا صفر راح يبقى لسين زايد صفر يعني سين وطبعا معطى لدينا من أربعة إلى ستة كم يساوي الناتج سبعة إذن يساوي سبعة إذن ناتج هذا التكامل عندما قمنا بزاحته جهة اليسار من ثنين إلى أربعة قافسين زايد اثنين بالنسبة لسين كم يساوي يساوي من أربعة إلى ستة قافسين ويساوي كم يساوي سبعة نفس الناتج أيضا لو أخذنا دالة أخرى التكامل دالة من تسعة إلى أهدعش ثلاثة قافسين ناقص خمسة بالنسبة لسين مطلوب نكامل هذا نلاحظ هنا وجود العدد ثلاثة موجود مع الدالة مضروف الدالة إذن بإمكاننا أن نخرجه خارج التكامل ونكتب إذن هذه الثلاثة نضعها خارج التكامل والآن نقوم بعمل الإزاحة أو المطلوب اللي نحنون بحيث أن نقع للسين وحدها يعني ما يكون معها ناقص ثنين إذن ما هو النظير القمعي للسالب خمسة اللي هو موجب خمسة إذن نكتب موجب خمسة وأيضا هنا في الأعلى كم يكونوا في الأسفل كنزاء ناقص خمسة ناقص خمسة عكسة هذا التطبيق القاعدة أما الطالب بإمكاننا أن يعود مباشرة كما ذكرت قبل قليل بإمكاننا أن يضع هنا تسعة ناقص خمسة وهنا 11 ناقص خمسة مباشرة إذن طبعا سوف ينتقل لدينا إذن ثلاثة يساوي ثلاثة تكمل من أربعة إلى ستة قاف سيم بالنسبة لسيم لأن سالب خمسة زائد خمسة صفر وطبعا تسعة ناقص خمسة أربعة وهدعشر ناقص خمسة كم يساوي؟ يساوي ستة وطبعا تكامل من أربعة إلى ستة نعطى في السؤال كم يساوي؟ يساوي سبعة إذن مباشرة لا ننسى الثلاثة الموجودة خارق التكامل إذن هي تنضرب في العدد كم؟ العدد سبعة فيقول لدينا ثلاثة ضرب سبعة كم يساوي؟ واحد وعشرين إذن هذا هو ناطق هذا التكامل نذهب أيضا إلى تمرين آخر إذا كان التكامل لدالة الصحيح صحيح سين من سالب ثلاثة إلى واحد يساوي سالب ستة فأوجد التكامل من سالب واحد إلى ثلاثة لصحيح سين ناقص اثنين مقسوم على الستة طبعا في المقام هي خارج الصحيح تقسيم ستة بالنسبة لسين نلاحظ طبعا بإمكان الطالب أن يحل بعدة طرق هذا النوع من المسائل بإمكان أن يجيب صفر الصحيح وطول الفترة وكذا ويحسب عادي ممكن لكن بما أن لدينا معطى نحاول نستفيد من هذا المعطى ونطبق الانسحاب نستخدم هذه الخاصية لأنها تسهل عليك بدل ما تحسب فمباشرة إذن هنا سين وهنا سين لكن هنا سين ناقص ثنين إذن لا يجب أن نتخلص من السالب الثنين إذن ماذا نفعل كما قمنا قبل قليل في المثالين اللي هو واحد واثنين إذن ونكتب نلاحظ أول شيء هذا الستة بإمكان أن يخرجها خارج التكامل وأكتب ماذا إذن سدس واحد على ستة ويكون لدينا التكامل من كم من سالب واحد إلى ثلاثة للدالة الصحيح سين ناقص ثنين بالنسبة لسين الآن نستخدم الانسحاب إذن ما هو الانسحاب إذن نتخلص من سالب الثنين ماذا بإضافة النظير القمعي لسالب الثنين ماذا موقع بثنين وأيضا في حدود التكامل يكون عكسه سالب الثنين سالب الثنين أو بإمكان الطالب أنه يعوض مباشرة في السين هنا يعني سالب واحد ناقص ثنين هي نفس هذا المكتوب وثلاثة ناقص ثنين هو نفس المكتوب هذا مباشرة بإمكان الطالبنا يضع كذا إذن يكون لدينا واحد على ستة إذن نلاحظ هنا ثلاثة ناقص ثنين طبعا واحد وسالب واحد ناقص ثنين سالب ثلاثة وسالب ثنين زي ثنين راح صفر طبعا صفر هذا يبقى لنا صحيح سين إذن هل هذا موجود؟ نلاحظ من سالب ثلاثة إلى واحد صحيح سين بالنسبة للسين كم يساوي؟ يساوي سالب ستة بس ما ننسى مضروب في سلس واحد على ستة إذن نضرب واحد على ستة مضروب في كم؟ في سالب ستة وكم الناتق؟ سالب واحد طبعا نلاحظ ما استخدمنا تعريف الصحيح ولا طول الفترة ولا كل هذه الأشياء بس استخدمنا الخواص فبإمكان الطالب أن يستفيد من هذه الخاصية في حل بعض المسائل طبعا ما شرطنا دالة صحيحة أي دالة التي تكون دالة صحيحة أو مطلقة أو حدودية أو التي تكون بإمكان الطالب أن يستخدم هذه الخاصية طبعا هذا كان المثال الأول أو التمرين الأول في هذه الجزيرة أيضا في آخر دالة قذر تربيعي بالمثل إذا كانت تكامل من صفر إلى تسعة للقذر التربيعي سين بالنسبة للسين ساوي ثمنتاش فأوقد تكامل من سالب واحد إلى واحد لقذر التربيعي سين ناقص من ثمانية إلى واحد لقذر التربيع سين زايد واحد نلاحظ أولا في هذا السؤال المعطى الأول بإمكاننا الطالب كاملة باستخدام خاصية معينة موجودة معنا درسناها في الحصص الماضية وأيضا التكامل الثاني ولكن نحاول نستفيد من خاصية الانسحاب لأنها أعطانا معطى ونحاول نستفيد من هذا المعطى إذن نلاحظ هنا نفس الدالة القذر التربيعي للسين زايد واحد وهنا القذر التربيعي للسين زايد واحد إذن بإمكاني أن أكتب دالة وحدة وريد أن أضاحم في دالة وحدة ماذا نفعل؟ أول شيء ولاحظ هذا السالب إذن نستفيد من خاصية الإضافة التي يعني تكون زايد ونلاحظ أن هنا لا يمكن تطبيق خاصية الإضافة إذن لازم نستبدل هذه الإشارة ماذا؟ من سالب إلى موقف إذن ونكتب هنا تكامل الأول هنا واحد من سالب واحد إلى واحد بدات القذر التربيعي سين زايد واحد بالنسبة لسين ونلاحظ الإشارة سأل ماذا نقوم؟ بقلب حدود التكامل لتطبيق خاصية الإضافة ونكتب ماذا؟ من واحد إلى ثمانية إذن نلاحظ تغيرت الإشارة باللون الأحمر هنا كانت هنا بالسالب وهنا بالموقف لماذا؟ لأن قلبنا حدود التكامل باستخدام الخاصية التي تعرفنا عليها قبل قليل الآن بإمكاننا استخدام خاصية الإضافة إذن نلاحظ أن عندنا واحد وهنا واحد ونفس الدالة إذن بإمكاننا أن نكتب دالة وحدة بدأ ما دالتين إذن بما أن هنا واحد وهنا واحد إذن مباشرة سالب واحد اللي مكتوب في الأسفل نضعه في البداية نلاحظ هذه الواحد وهذه الواحد معنا نلاحظ نفس الواحد انتهينا والإشارة موقبة ونفس الدالة إذن خلاص نكتب الحد السفلي للتكامل سالب واحد والحد العلوي للتكامل كم يكون ثمانية ونفس الدالة قذر التربيع سين زائد واحد انتهينا الآن لم نصل إلى حساب بعدنا قيمة هذا المعطاء أعطانا معطاء ونحاول نستفيد من هذا المعطاء الآن بإمكاننا ماذا نستخدم خاصية الانسحاب طبعا خاصية الانسحاب هنا لدينا ماذا سين زائد واحد إذن بإمكاني مباشرة أتخلص من هذه الواحد ماذا بإضافة النظير القمعي للواحد ماذا هو سالب واحد إذن نكتب هنا كم سالب واحد وإذن في حدود التكامل ماذا تكون عكس الإشارة موقب موقب إذن إذن شباب إذن هنا مباشرة ثمانية زائد واحد بإمكانك أن تعوض في البداية وسالب واحد زائد واحد بإمكانك أيضا تعوض في البداية إذا ما أردت يعني تحسب سريع إذن سوف يكون لدينا ماذا الآن من صفر إلى تسعة القذر التربيعي للسين بالنسبة لسين كم يساوي معطاء لدينا ثمانية أشر إذن ونحن غير محتاجين نحسب التكامل أو نطبق أي حاجة من الخواص السابق طبعا استخدمنا فقط هنا ثلاث خواص مباشرة استخدمنا الخاصية الأولى خاصية القلب فحولنا الإشارة من سالب إلى موقب هذه الخاصية الأولى استخدمنا الخاصية الثانية خاصية الإضافة مثل ما لاحظنا هنا واحد واحد وحولنا إلى دالة وحدة هذا خاصية الإضافة وأخيرا استخدمنا الخاصية الثالثة خاصية الإنسحاب مرة أخرى على هذه اللي هنا استخدمناها وبالتالي استخدمنا خواص ثلاث خواص حتى نصل إلى الناتب وطبعا هذا شيء سهل طلب يحاول بس يتعود على هذه الخواص تمرين 2 اختر الإقابة الصحيحة طبعا لدينا إذا كانت تكامل من 2 إلى 7 لدالة المطلق لاحظوا نوعنا في الدوال أخذنا صحيح وأخذنا قذر تربيعي وأخذنا الآن دالة المطلق ولكن ننتبه جميع الدوال اللي أخذناها كانوا من الدرجة الأولى يعني اللي داخل المكتوب إذن مطلق سين زائد قيم يساوي من سالب 1 إلى 4 مطلق سين ناقص 2 فإن قيمة قيم هذه المقولة كم تساوي إذن مباشرة إذن أعطانا خيارات نحاول نختار الإقابة الصحيحة هل هي ألف أم باء أم قيم أم دال طبعا في الابتحانات تعطوا تضليل الإقابة تضليل الشكل يعني المعطاء بقلم الرصاص وليس مثل ما هو الآن مثل ما هو ظاهر معكم إذن من 2 إلى 7 نكتب هذا السؤال مثل ما هو عدنا كتابته الآن حتى نقوم بإيقاد قيمة قيم يجب أن نقعل هذه الدالة الموجودة في اليمين هي نفس الدالة الموجودة في اليسار نلاحظ هنا س زائد قيم وهنا س نقص 2 إذن يجب أن نتخلص من هذا القيم ونتخلص من هذه السالب الثانية لماذا؟ حتى نقعل مطلق سين في الطرف الأيمن ومطلق سين في الطرف الأيسار وبالتالي إذا تساوت الدوال معناته حدود التكامل تكون متساوية لحد السفلي مساوي لحد العلوي إذن نبدأ لاستخدام خاصية ماذا؟ خاصية الانسحاب طبعا إذن النظير القمعي للسالب قيم وإذن حدود التكامل ماذا زايد قيم زايد قيم الآن نذهب إلى الطرف الأيسر بالمثل نستخدم ماذا خاصية ويش الانسحاب إذن نضير القمعي للسالب 2 ماذا موقع بثنين وإذن في حدود التكامل ماذا نكتب إذن موقع ناقص 2 ناقص 2 الآن نكمل الحال في الطرف اليسار إذن ونكتب 7 زايد قيم نلاحظ الدالة اليمين طبعا في الحدود حد العلو للتكامل 7 زايد قيم والسفل 2 زايد قيم في الطرف الأيمن والدالة مطلقسين نذهب إلى الطرف اليسار الدالة كم هنا طبعا مطلقسين أيضا وحدود تكامل من سالب 3 إلى 2 بما أن دالة الطرف الأيمن تساوي دالة الطرف الأيسر هذا معناها طبعا حدود التكامل يقب ماذا أن تكون تكون متساوية فإذا الحد العلوي للتكامل والحد العلوي للتكامل يساوي الموجود في الطرف الأيسر كل منهما إذن نلاحظ عندنا هنا 7 زايد قيم تساوي 2 أخذنا وطبعا نحل هذه باستخدام إضافة النظير القمعي سبعة للسبعة هو سالب سبعة طبعا ويكون لدينا قيم تساوي كم؟ 2 ناقص 5 نحولها إلى الطرف الآخر أو بإضافة النظير القمعي للسبعة إذن 2 ناقص 7 كم يساوي؟ يساوي سالب 5 أو بإمكان الطالب يأخذ الحد السفلي إذا ما أرد الحد العلوي بإمكانه يأخذ الحد السفلي لأن نفس الناتق ما يؤثر بما أن الدالتين متساويتين ونفس فترة التكامل فإذن طبعا بإمكانه أيضا يستخدم الحد السفلي إذن لو استخدمنا الحد السفلي ماذا يكون لدينا؟ 2 زايد قيم كم يساوي؟ يساوي سالب 3 وأيضا بإضافة النظير القمعي 2 للطرفين اللي هو سالب 2 إذن يكون لدينا ماذا؟ إذن قيم تساوي سالب 3 ناقص 2 كم يساوي؟ سالب 5 طبعا نروح من هنا ونختار الإقابة الصحيحة إذن ليه هي كم؟ أو طبعا في الابتحانات تقوم بتضليل الإقابة الصحيحة هذا ما كان لدينا عزائي الطالب المشاهدون في هذا اللقاء ونتمنى أن نلتقي بكم إن شاء الله في حلقات بإذن الله تعالى قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر